بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الخامسة وعشرين من سلسلة شرح برنامج مايكل سوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية التقاط صورة للشاشة من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب بالنسبة لخاصية التقاط صورة للشاشة هي خاصية سكرين شوت اللي انت عارفها واللي انت بتستخدمها بالصفة دورية على الموبايل ولكن دلوقتي احنا هناخدها بثلاث أفكار مختلفة الفكرة الأولية فيها هي الأساسية اللي موجودة في برنامج الورد هنبدأ نشوفها لشان نعمل التقاط لصورة الشاشة هنبدأ على انسيرت وبعد كده من سكرين شوت في حالة لو انت فاتح ملفين بيبدأ انه يظهر لك الملفين لو انت مش فاتح الملفين بيبدأ انه يظهر لك انه ملف فيهم اللي انت عايز تاخد له الشاشة دلوقتي الملف اللي موجود عندي هحتفظ به في الخلفية تحت وهبدأ اني اشتغل على ملف اللي انا هدرج عليه الصورة هعمل له انسيرت بعد كده سكرين شوت من الملف التاني فيبدأ يلتقط لصورة للملف التاني طب دلوقتي لو انت تلاحظ هتلاقي بأن الوجهة بتاعة البردامج هي كمان جات في الصورة لو انت عايز تخفي اي حاجة من الحاجات دية تقدر بأنك تستخدم خاصية كوروب اللي احنا شرحناها قبل كده فتقدر انك تظهر المحتوى اللي انت عايزه بس وتوفر المساحات التانية ديت كفكرة الفكرة التانية بأنك تقدر بأنك تيجي على الملف الاصلي وبعد كده توفر المساحة وتصغر دقة العرض علشان لما يجي يلتقط صورة يلتقط صورة للنص كاملا او انك تبدأ انك تاخد يعني مثلا احنا نجرب الاداء اللي احنا عملناها مرة تانية ولكن على الوضع الحالي هتلاحظ بأنه جاب لك النص اللي موجود في الصفحة كاملا علشان احنا صغرنا العرض طيب لو انا عايز جزء بس بين الصفحة ديت وهي الرسمة اللي فوق تقدر بأنك تدخل على الملف بعد كده تجيب insert وتاخد screenshot ومن screenshot هتاخد screen clipping هتلاحظ ان الشاشة اتعملت بالشكل ده تقدر بأنك تاخد الصورة اللي انت عايزها واتلاحظ بأن الصورة ديت اصبحت موجودة قدامك تقدر تكبر فيها وتتصغر فيها وتتعامل معها بمنتهى الحرية ديت الطريقة الاولينية لعمل تصوير للشاشة او الانتقاط صورة للشاشة طيب الطريقة التانية هي عن طريق اداف بتيجي مع النسخة اسمها snapping tools اللي هي الرمز بتاعها زي ما هو موضح قدام حضراتكم دلوقتي اداة snapping tools بتبقى موجودة عندك بتنزل مع النسخة بتقدر بأنك تعمل على سبيل المسال هفتح الملف بتاعي اللي انا عايز اخد منه صورة هبدأ اني اشتغل على خاصية snapping tools وبعد كده هتتحدد لك الشاشة بالشكل ده تقدر انك تاخد لقطة للشيء اللي انت عايز تاخده بالزبط بعد كده هيوضحه لك لو انت حابب الصورة بالشكل ده ما فيش مشكلة لو انت مش حابب الصورة دي هتتقدر انك تعمل نيو وتبقى تلقطها تاني انا دلوقتي مجرد ما هعمله نيو هقدر اني اخد اللقطة اللي انا عايزها واقدر احتفظ بالصورة وبعد كده احفظها كصورة يفضل دايما امتداد بتاعك يكون gpeg على سبيل المثال مثلا هنحطها على disk top وبعد كده هنعملها save الطريقة ديت هي طريقة سهلة وبسيطة ولكن مشكلتها بانها ما بتوفرش وقت يعني ده يعني الخاصية بتاعت ادراج او التقاط صورة من الشاشة اللي موجودة في الورد هو ادراج لك الصورة بشكل مباشر فاصبحت جزء من الملف انما الخاصية بتاعت snapping tools انا اضطريت باني اخد الاداة واحفظ الصورة وبعد كده هدخل على الصور وهقول له ادراج صورة اللي هي موجودة على disk top فهنا هياخد منك خطوات اكتر دايما اختار الاداة السهلة في حالة لو انت بتتعامل مع برنامج خارج الورد وتقدر بانك تستخدم لكن لو انت داخل الورد تقدر تستخدم الاداة بتاعت سكرين الشوت اللي موجودة في البرنامج ده اوفر لوقتك طيب الفكرة التالتة اللي تقدر تعمل عن طريقها التقاط للشاشة انك تستخدم زر اسمه print screen print screen ده هتقدر بانك تلاقيه في مكان في اعلى الكيبورد بتاعتك على اعلى اليمين بيبقى مكانه متغير على حسب تصميم الكيبورد ولكن المكان استابت له مكان ما بين ال back space او فوق البادة بتاعت الارقام على اليمين مجرد ما تعمل زرار print screen هو التقط صورة لكل شيء باين قدامك على الشاشة بعد كده بتدخل على برنامج الرسام او اللي هو البنت فبتفتحه لما تفتح البرنامج بنصح دايما بانك تصغر المقاس لاصغر مقاس ممكن على اساس انه ما يكونش في عندك مساحات فاضية تضيع فيها وقت بعد كده بتلزق عن طريق control v او انك تعمل له file paste فهيلزق لك الصورة تقدر بعد كده بانك تحفظها كصورة وفي نفس الوقت تقدر برضو بانك تحفظها كصورة gpeg لان الابتداد ده بيبقى افضل في التعامل مع الالوان طبعا بتسمي الصورة بالشكل اللي انت شايفه مناسب وبعد كده بتحتفظ بيها وتقدر انك تدرجها عن طريق insert وpicture زي ما اعملنا مع الصورة الاولانية لو انت بتلتقط صورة للشاشة اللي snipping tools حلوة في حالة لو انت بتستخدم برنامج غير الword او خارج البرامج الoffice لو انت بتستخدم برنامج المايكروسوفت وورد فيستحسن بانك تستخدم الاداة ديت داخل المايكروسوفت وورد بكده نكون خلصنا الفيديو ده شكرا لحضراتكم ونتمنى لحضراتكم جميعا كل التوفيئة ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة اشتركوا في القناة